اصدقائي اهلاً صباح الخير طبعاً زي ما احنا كل متعودين كل اسبوع معانا لقاء وحلقة في برنامج كل الناس زي ما احنا متعودين بنبتدي دايماً بقصة قصتنا النهاردة ان فيه رجل عجوز نده لابنه وقال له شايف الساعة دي قال له اه شايفها قال له الساعة دي انتعت جد 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 جدك الساعة دي بقى لها اكتر من متين سنة قال له طب ايه المفروض ان انا نعمله قال له عايزك تاخد الساعة دي وتروح للساعات اللي في اخر الشارع وتقول له تسوى كام خد الساعة وراح للساعات ورجع تاني قال له الساعات بيقول ان الساعة دي ما لهاش اي قيمة مجبرها خمسة جنيه قال له ماشي عايزك تاخد الساعة دي وتروح المدينة وتسأل صاحب محل بوتيكات بوتيك انتيكات تعال انتيكات اسأله الساعة دي تسوى كام وراح فعلا للراجل تجري انتيكات ورجع له قال لي انها تسوى عشرين الف جنيه قال له تمام انا عايزك تاخد الساعة دي وتروح العاصمة وتسأل هناك في المتحف الساعة دي تسوى كام اخد الساعة وراح المتحف ورجع له قال له ايه اللي حصل قال له اول ما دخلت المتحف قاله انه لازم خبير يجي يشوف الساعة بعد ما الخبير شاف الساعة قال له الساعة دي تسوى مليون جنيه مليون جنيه الاب قال لي ابنه اللي انا عايز اقولهولك ان انت لازم تروح المكان اللي يقدرك لازم تعرف الناس اللي تقدر مكانك تعرف الناس اللي ترفعك تعرف الناس اللي عارفه امتك تعرف الناس اللي دايما ترفعك لفوق ما تعرفش حد ما يقدرش خمتك لانه لما قدرش امتك مش هيعرف يوزنك فلازم تععد مع الناس وتروح المكان اللي يقدر امتك ومكانك دايما بنغلق في حق نفسنا بنعرف ناس ما تقدرش اللي انت بتعمله علشانهم بنعرف ناس ما تعرفش امتك فحاول على قد ما تقدر ان انت تعرف الناس اللي تقدرك وتروح للمكان اللي يسويك واللي يكبرك النهاردة معانا دكتور بجد يعني انا اقول ان هو صانع السعادة لكل الناس اللي حواليه صانع السعادة لكل المرضى اللي بيعرفوه صانع السعادة باستقباله الراقي صانع السعادة بكل حاجة فيه يعني هو فعلا تحس انه هو مش دكتور انه هو صديق انه هو اخ انه هو ابن انه هو اب فبيتعامل مع كل المرضى بكل الحب ودي حقيقة انا لم استهى من خلال تواجدي معاه او زياراتي ليه في المستشفى اكتر من مرة ان كان في مستشفى النيل او في مستشفى الجامعي في بنها معنا الدكتور احمد القاضي بجراحة العزام بكلية الطب صباح النور اهلا بك سيد محمد واهلا على مشاهدينا كنت صانع حضاك طيب من نسبة مولد النبا وانت بصلاح السلامة وشكرا على الكلام الحلو ده حضاك قلته لي ده وده شرف لي يعني ان انا بقى متواجد مع حضرتك لا لا ده حقيقة لا بتكلم جاد دكتور احمد يعني من خلال حاجات كتير النهاردة عايزين نتكلم على انا عايز اقول معلومة مهمة جدا ان الدكتور احمد يعتبر انا يعني شعاتي طبعا مش هادر ان انا اقول بس من اعظم او من اهم دكترة جراحة العزام خصوصا اللي ظروف في مصر من اهمهم كمان يعني بيعمل الجراحات الصعبة لو عايز تسأل عليه بجد اسأل عليه في قسم العزام في مستشفى النيل اسأل عليه في قسم العزام في مستشفى بنها الجامعي هتعرف قد ايه دكتور ده بيعالج ناس كتير بيعمل عمليات خطيرة رجع الامل لناس كتير كانوا فقدين الامل انه ممكن يحصل بطر في رجلهم وبعملية اللي ظروف وباستخدام هذا الجهاز قدر ان يعيد السعادة والبسمة والفرحة لكل مرضى هنتكلم النهاردة عن موضوعات كتيرة دكتور اهلا بك استاذ محمد نتكلم على حضرك نبتدي نبتدي بانقول الاول خشونة المفاصل او الركب عند الناس القبار الخشونة كمرض ده مرض موجود من زمان من حطلة فرعان اتكلموا عنه الخشونة بتمثل تقريبا كل الناس اللي عندها فوق الخمسة وخمسين في المية خمسين في المية منهم عندهم خشونة الخشونة بتتسم حكتين فيه خشونة اولية وخشونة سنوية الخشونة اولية اكثر انتشارا دي اللي هي ما بين الشباب من خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاثين سنة اللي هي قبل سن الاربعين ودي اللي حالها سهل وحالها بسيط جدا اشهر سبب لها اللي عوجاج كتير من الاطفال بيبقى عندهم عوجاج بسعب بيبقى بسيط الاهل بيسيبوه يقولك بسيط ويتعدل او بسيط مش يعمل له اي مشكلة انما لأ مع الوقت لأ ان العوجاج ده بيأثر على نص المفصل او بيأثر على جزء كبير من المفصل فتقريبا اللي هو الخشونة السبب الاولي ده اكتر حاجة لها علاج وممكن تتلحق بدري ان هي نعمل استعدال للرجل دي سواء فيه قلم او مفيش قلم فالاستعدال ده مطلوب عشان الخشونة ما تتقدمش اللي هي بنشوفها كتير دلوقتي في سنة خمسة وعشرين وثلاثين واللي هي السن الصغير بالنسبة للسن الكبير بقى بالنسبة للخشونة ده اهم حاجة فيه العلاج بتاعه باللوقتي برضو موجود متاح لعملية المفاصل الحق العلاج التحفظي او البرشام عادة التأهيل بتاعة العيان اللي بيبقى عنده خشونة اللي بيعمله المفروض ما يعملوش واللي يعمله التمارين اللي هي مفروض يعمله فالخشونة لازم يبقى كل الناس عندها رؤية ان اي حد عنده خشونة لا لازم يتجه للطبيب المختص بتاع العظام يشوفه يكشف عليه يعرف السبب اذا كان اولي ولا سانوي اذا كان السبب دا ينفع يتعالج ولا ما ينفعش يتعالج عشان ما بنعالجه بدري لا التطور بتاع الخشونة تقريبا ما بيحصلش او بيقف يعني منكم ما يكونش بيرجع زي الاول بس ما بيتطورش لا اسوأ من كده ما بيتطورش ان هو رجلي يحصل لها تايبس يحصل العوجاج ده ان هو يزيد الالم يزيد ويلجأ بعد كده على مجرحية كبيرة زي تغيير المفاصل والكلام ده كله لا ممكن الاستغناء عنه لو اتلاخشونة تعالجت صح في وقت صح عند الدكتور والحل يكون الصواب بتاعها دكتور احمد القاضي كنت عايز سأله حضرتك الاطفال ممكن وهم سنة صغير ما يبانش يتقوص الرجل ممكن الرجل تكون سليمة مش مقوصة يعني لما بيكبر شوية سنة بسنة سنة بسنة ممكن يزيد هذا التقوص هل التقوص ده بيبقى موجود قبل ولا ممكن فعلا اثناء حياته وممارسة كل سنة معاه التقوص ده بيزيد وعلاجه وازاي ان احنا ممكن ما نوصلش لهذه المرحلة التقوص ده شيء في السيولوجي شوية يعني الطفل بيتولد اول ما بيمشي رجليه بتبقى تقريبا فتحة البرة بتبقى على شكل دايرة مفترض ان بعد شوية بعد سنتين او ثلاثة بيتعلج العوجاج ده بطبيعية الجسم بيتعدل والطفل بيرجع رجليه مقوصة الى جوه شوية يعني ما تبقاش بره مفروض تتعلق عن تالس سنين حتى ده السن اللي احنا فيه بنعدل الاطفال اللي هم المقوصين اللي بره بنعدلهم اللي جوه مفروض الطبيعي المشي الطبيعي والكلام ده كله هو اللي بيأصل على النمو بتاع الرجبة وعلى العوجاج ده بيزبطه مع الوقت ووزن الطفل والكلام ده كله بس الطبيعي نوه بتادي عن تالس سنين ما تعدلش عن تالس سنين بنعدلوا احنا بعملات جراحية كبيرة وفيها اللي هو الكسر وجبس وفيها ممكن نركب له أسلاك وممكن نركب له حاجة اسمها شرايح جديدة كده لاتزان النمو شرايح بسيطة والطفل بيمشي بعديه على طول طيب فيه بقى ده تعادل ودنية كويسة ومشي طبيعي كده لحد ما حصل له بعد فترة لا رجليه بتادي تتعوج تاني ده ده ما مش الطبيعي رجليه تعوجت تاني ده بيبقى أسباب مرضية في أسباب كتير في مرض اسمو بلاونت ان بيحصل زي تأكل في عظمة بسيطة كده ممكن يعمل له عوجاج بيبقى طفل تخين شوية وعنده هرمونات ومش مزبطة يحصل كده في البنات بيحصل لها برضو جزء من الهرمونات ممكن تتعوج عند عشر سنين كده فجأة لها تعوجت لجوه والعوجاج ده ما بيتعدلش بسهولة لأ بنتطر إحنا نعمل شقة عظمية وممكن نركب عن طريق مسبط خارجي لو العوجاج شديد شوية نعدله بالتدريج أو نركب لها شريحة ومسامير أو بنعتمد في الأطفال شوية ممكن على الجبس في أحيان تاني اللي العوجاج بقى اللي مع السن الكبير أول اللي هو 40 و 50 سنة بيجي غالبا نتيجة إصابات بتبقى كسور لحمة خطأ فيحصل عليها عوجاج كسور في الرجبة يحصل بعد كده بقى لو هو سابها ومعدلش العوجاج ده يحصل بعد كده خشونا عشان كده بنقول لعوجاج في سن اللي هو الشباب سهل أقوى عليكم هنعدل للرجل يعني تبقى لبعض الزوايا والحاجات اللي احنا بنعملها بنعدل للرجل ونحطوله بقى مثبت خارجي أو شريحة وده بيحسن أداء وبيحسن عادة تأهيل وبيحسن الوجع وبيحسن الشكل العام حتى أنه يبقى عنده رجل مظبوطة أو رجل مش مظبوطة أو يجي يلبس بنتلون أو يبقى عنده رجل مكوسة رجل التانية مش مكوسة وده بيأثر حتى التقوص ده حتى لو ما فيش وجع لا بيأثر مع الوقت بعد كده بيحمل على جزء من مفصل جزء من مفصل بيبقى متحمل عليه وجزء التاني مش متحمل عليه فده كله بيعمل مع الوقت تأكد في الغضروف وخشونا وبيتبتد الدنيا بعد كده طبوز اللي ظروف الجهاز اللي ظروف يعني ناخد خلفية عنه وازاي ان انت يعني مش اي حد يتعامل مع هذا الجهاز بذات في العمليات الصعبة جهاز للظروف هو جهاز قديم من الخمسينات اتعامل هو كمثبت خارجي بس فكرته مختلفة شوية انه عن طريق الحلقات اللي عين بيقدر يدوس عليه على غير المثبت الخارجي اللي هو من اتجاه واحد بيتعامل بيه عملات كتير بالشرط اللي هو اللعوجاج ممكن نعمل بيه نعدل اللعوجاج لو شديد قوي نعدله بالتدريج عشان ما يقصرش على الاوعات دموية ممكن يتعمل بيه حاجة سمو التطويل في بعض الناس مثلا عنده رجل قصيرة ورجل طويلة كسور الملوسة اللي انا مقدرش هتدخل فيها جوه ركب شريحه ومسامير لازم ركب له حاجة من بره عشان جسمه ما يتفعلش مع المواد بتاعتها بيستعمل برضه في بعض الحالات اللي هي التطويل التجميلي كزم مثلا قصير عايز يطول عشان يطول مثلا للحوض أو حاجة زي كده بيتعمل بيه جزء حتى تجميل يعني وبيتعمل بيه عمليات تانية ممكن عمليات مثلا رجبته متنية بقالها فترة طويلة مش هينفع تتفيرد غير بالتدريج عشان ما نقصرش على الاوعات دموية فاستعملاته كتير جدا فهو كان لحد دعوته قريب في التميلينات مثلا العيان لو كان عنده كسر ملوس مستاصر لحامي يعني ما بيلحمشي وبيطلع الصديد وكان مركبش رحوه مسامير وما بيلحمشي كان بيبقى قدامه خيار واحد اللي هو البترة تقريبا البترة او يعيش كده ريحته ما بيبقاش ظريفة صديد طالع الطرف ما بيبقاش مستعمل فيعني وجوده زي عدم بالعكس يمكن وجوده مؤزي لي جد مؤزي الريحة مؤزي انه مش هافي تعمل به فلا حتى ان اللي هو الظروف او التطويل او المثبتات الخارجية ابتدت تنتشر وابتدت تساعد على اللحام والالتقام والتطويل والكلام ده كله لا احية حياة جديدة للطرف للطرف اللي هو بيبقى فيه الاصابة يعني خليته لا ممكن يقدر يمشي تاني يكسر يلحم يعملوا عدة تأهيل كويسة بعدها الدنيا تقريبا بترجع الى حد ما كويسة جدا اللي هو حد ما وظيفيا يعني مش شرط انه يرجع طبيعي زي اللي ربنا خلقه بس بيرجع تقريبا يتعايش وينزل الشارع ويبتدي يشتغل تاني ويرجع الدنيا كويسة تاني طيب النصيحة لكل ام انه قلها ايه علشان تخلي بالها في بداية حياة الاطفال من ولادها من العظام بالزيد هو دلوقتي بقى الخلاص اللي متفق عليه ان الطفل اول ما بتولد بياخد فيتامين دال يمكن ما بياخدش فيتامين دال عشان الكلسام بس او العظم بيبقى كويس لا فيتامين دال له اوجه اخرى بيحسن المناعجد حتى الطفل بياخده من اول يوم الطفل اللي هو قد بياخده من اول يوم عدد موقع معينة الدكتور بيكتبهوله بتاع النساء وبتاع الاطفال المختص بيه بيكتبهوله الاول سنة بياخده عشان يحسن الكواليت بتاعتها للعظم يحسن العظم الكالسام والفيتامين دي اللي ما ترصف فيه وفي نفس الوقت بيحسن المناع بتاعته كويس جدا الاهتمام طبعا الرضاعة والالبان والحاجات دي كلها كويسة جدا في السنة الاولانية بعد كده بقى لازم اهتمامه ان هو يلعب وينزل الشارع ويتعرض لشمس كتير بتحفز الفيتامين دي اللي موجود في الجسم ان هو يتفعل ويترصب اكتر في العظم ويبني كالسام في العظم اكتر طبعا دكتور احنا عايزين يعني نقول للناس اللي بتشوفنا النهاردة ان حضرتك يعني ممكن تعملهم طبعا نزلنا رقم حضرتك على الشاشة علشان اللي عندهم حالات مستعصية او عندهم حالة تقوص في الرجل يتواصلوا معاك انا ما عنديش اي مشكلة التواصل معايا سهل جدا عند ريكو التليفون والتليفون موجود برضو على النت على الصفحة اه سهل جدا التواصل ومن غير اي حاجة يعني نقدر نقدم خدمة في كذا مستشفى بدون اي مقابل والمقابل ممكن يبقى بسيط جدا اللي هو التكلفة بسيطة لو هو يجيب حاجة بسيطة نقصة ولا حاجة الدنيا تبقى بسيطة جدا جماعة التكلفة البسيطة دي ده يعني ممكن يكون إشعاية حاجات بسيطة إشعاية كما الجهاز نفسه جهاز اللي زروف اللي هو لا يتعدى حاجات بسيطة يعني مش تكلفة لكن في الاساس العملية دي من عمليات الخطيرة جدا من العملية من العمليات المكلفة جدا في مصر وتوقيتها حتى الوقت بياخد وقت طول جدا مش مساءات ساعة ولا ساعتين لا بتاخد خمس وست ساعات بتاخد مجهود مجهود على الدكتور ومجهود برضو على العيان أنه هو بيعب دي فترة طويلة عايز قادة التأهيل وعايز صبر وبس يبقى إن شاء الله هيكون هو مبسوط أحسن بعد ما يرفع الجهاز ويشيل الجهاز ويرجع على حياته الدنيا ويشوف رجل تاني بشكل مختلف وبشكل أحسن طب إيه الحاجات اللي ممكن بعد العملية المريض يحسها الطبيعية اللي يحسها والغير طبيعية اللي مفروض يرجع تاني يستشير الدكتور هو على حسب سبب التركيب يعني لو سبب التركيب استعدال بس من غير تطويل بتبقى يمكن عملية أبسط شوية بيستعدل هو بيبقى مبسوط ويستعدل حتى لو فيه ألم نتيجة للعلاج طبعا الحالة النفسية بتاعته لأنه مركب جهاز ضغط هو بيبقى مبسوط في الأول شكل الجهاز بيبقى عنيف شوية بيبقى هو مش متقبل ومش عارف يلبس هدوم كويسة مش عارف يتعامل معه في الأول فبالنسبة للحالات اللي هي بتعمل استعدال بيبقى مبسوط أن رجليب تتعدل معه الوقت وماشي واجع بيستحمله ومش عارف إيه بس بمبسوط الناس اللي بتطول أو عندها كسور مستحصية اللحام لا ده بيقابل في الأول أنه بيبقى فيه صديده وفيه غيارة على الجرح والعيان لازم يساعد معه لازم العيان يبقى متعاون لازم يبقى متعاون مش هينفع يتركبه جهاز نهائي لازم يبقى متعاون عشان بينعلمه على الجهاز يتعامل مع بعض الصواميل ويعدل بطريقة معينة لأنه بيقعد فترة يعدل بالتدريج عشان ما يتغطش على أي حاجة طوام مشاكل الجهاز في العموم مشاكل الجهاز في العموم بتبقى اللي التهابت لحوالي الأسلاك بعض الألام بعض الصلوك ممكن يطلع منها صديد لأنه يعتبر هو جسم خارجي عن الجسم فالجسم يتفعل معه بعد نهاية العملية وبعد نجاح العملية أشهر حاجة بالنسبة لنا التيابس التيابس اللي هو بسبب تثبيت المفصل فترة بيقعد شهر اثنين تلاتة اربعة ما بيحركش المفصل بيجي يحركه بيجي يجي صعوبه جدا هل هو ميشي وبعد ما ميشي وتحركه كده هل فيه ممكن ألم يصيب حذة معينة في الجسم في بعض الناس بيتكون بعض الأسلاك دي بيحصل عليها زي تلايفات مكان العض التلايفات دي بتعمل زي تجامعات دموية ممكن من حين لآخر يحصل منها وجه وبيبقى ضعف العضلات برضو مسؤول عن كده يعني دايما الرجل الضعيفة دايما بتبقى فيها مؤلمة شوية القوي فالرجل الضعيفة دايما مؤلمة فبيحسج أحد التأهيل والجم وحاجات كتير قوي بس هو بيبقى فين وفين ما هو احنا زي ما تقول الحاجة احنا بنحاول نحسنه الوضع والأداء والشكل العام انه يوصل لحاجة هو مفصوط بيها وان شاء الله مش يبقى فيه قلم يعني طيب انت شايف حضرتك ان تطور جراحة العظام في مصر في حاجات لسه نقصانة من بره لا العظام في مصر يعني وغدا الكيرف العالي جدا نفس تقريبا اللي بتعمل هنا في مصر هو اللي بتعمل بره في اي حتة اغلب الحاجات موجودة يمكن ينقصنا بعض التنظيم بس وبعض ان الداتا تبقى او تبقى متسجلة كويس على كمبيوترات وحاجات كده اللي هو الدوكيومنتيشن او ان الحالات تبقى مكتوبة اه الحاجات دي بتبقى مكتوبة بشكل كويس ده يساعد في البحث العلمي ده يساعد ان اي حد عايز اي حالة يخش على كمبيوتر المستشفى او كده يلاقيها يلاقيها بالاشعة ويلاقيها باسم العيان وعنوانه وكلام ده كله ان العيان ذات نفسه يكون متفاعل العيان ساعات بيبقى بيخلص العملية بيمشي على طول ما بيحتاجش للدكتور بيقول لك خلص انا رحمت وكويس ما بيحتاجش ما بيفكرش في عد التأهيل ما بيفكرش انه يعمل عضلات يقوى المفاصل يقوى الدنيا بعد كده متابعة طويلة الامد ما عندناش الصقافة دي شوية دي اللي بتخلي جزء من العملية يفقد اصلاب مش على قد العملية ان انا عدلت لك رجليك او ان انا عملنا العملية والكسر لحم لا ازاي هاتارك هتشتغل ايه اللي تعملو ايه اللي ما تعملوش تعملو بعد شهر وتعملو بعد سنة ايه اللي ما تعملوش اللي لازم تتابعوه كل فترة ايه اللي مشاكل اللي ممكن تتحصل ما عندناش اللي هو الفلو اوب او المتابعة طويلة الامد دي حتى لو الدكتور قال له عيان الان بيبقى برضو لحد ما زهق ونزل يشغله بسبب انشغالاته والحاجات دي كله فهي دي ممكن يكون هو اللي ناقصنا التفاعل ما بين عيانه والدكتور على المدى الطويل هو ده اللي تعملو مش موجود تمام نصيحة لكل الناس الكبار اللي بينسوا نفسهم وبفترة من فترات يحصل عنده وما كانش عنده هشاشة في العظام وفجأة يظهر عنده هشاشة في العظام هي هشاشة العظام هي مرتبطة برضو بحاجات كتير قاوش بالاكل بالسن بالوزن بالحركة تمام جزء كبير قوي اللي هو بعد سن الخمسة وخمسين او الستين بيبقى الحياة بطبيعتها بتبقى هادية خالص ما بيروحش بقى ولا بيمارس رياضة ولا بيمشي ولا اي حاجة فالعظم اللي ما بيشغلشه ما بيقواش يعني الطرف اللي ما بيشغلش ما بيقواش فهو لو ما ممشيش والتزم بشوية رياضة لا الحركة زي ما يقول حركة وركة هي فعلا الحركة بتزود بتحفز العظم انه يبقى قوي بتحفز الكلام ده كله التغذية الكويسة جدا انه يبقى جسمه مش تقيل يبقى جسمه متناصق مش هنقول رفيع لا بس يبقى جسمه كويس يلحق نفسه الرياضة لحد ما او تمارين حتى في البيت اليوتيوب انا لوقتي بقيت انصح اي حد اقول له مثلا انه تخش على اليوتيوب واكتب له مثلا التمارين بالانجليش هتكتب بس سيرش وهيطلع لها التمارين نقي منها اللي تقدر تعمله ويبقى أسهل حاجة ليك اعملها ووظب عليها بفترات كده يعني محاولات كده عادت تأهيله انه هو يبقى الدنيا معه كويس اذا كان هو عايز ينزل يصلي اذا كان هو عايز ينزل الشغل بتاعه خاصة في السن الكبير بيبقى اهتمامتهم اقل شوية شغلهم اقل شوية فهي حركتهم قليلة فانت لازم تحفزه انه هو يعمل حاجة بسيطة قوي تحفز العظم وتحفزه انه هو يبقى كويس وما بقاش فيه ألم في جسمه كل طيب فيه أكل مهم او حاجات مهمة لازم على طول في أكله او في شربه محافظ عليها اتعرض للشمس حتى في السن الكبير لقنا الفترة الأخيرة دي كل الناس الكبيرة او كل الناس حتى في اللي هما من فوق الثلاثين وخمسة وثلاثين يجي يعملوا تحليل الفيتامين دالي لإيقليل فدي حاجة مش مش ضريفة ده بسبب عوامل كتير قوي فأهم حاجة يتعرض الشمس كويس الحركة الرياضة خفيفة بالنسبة بقى للأكل التخزيات الكويسة براشد فاستفود التخزيات الكويسة اللي هي عموما منتجات الألبان كلها طبعا وبعض الأسماك بعض أنواع الأسماك بيبقى فيها بتبقى ريتش شوية في البيتامين دال الألبان بقى بقى أنواحها الجبن والزبادي والنزب ده برضو تبقى كويسة الحاجات دي فيها نسف كلسم كتير قوي والبروتينات دي مهمة برضو على فكرة يعني اللحوم والكلام ده كله لا كواجب مهمة جدا عشان الكلسم بيتعلق عليها وبيترصف في العظم يعني حتى البروتينات مهمة جدا دكتور أنا وعدنا أن أنت تكون معنا في حلقة تانية إن شاء الله وكمان أنا أصدقائي أنا عايز أقول كل الناس إن شاء الله يا رب يا رب كلنا نبقى سليام وصحاح بس أي حد عنده بجد شايف أن ابنه عنده تقوص في الرجل أو عنده حالة من حلات الصعبة دي يقدر يتواصل مع الدكتور على رخم تريفونه وطبعا إحنا يعني عايزين نقول إن الابتسامة أو الفرحة حلوة إحنا طبعا معنا في كل حلقات اللي فاتت دي كان معنا متصابقين وكان عندنا جوائز وكان عندنا طبعا النهاردة الفنانة ساوسا الربيع كان مفروض إنها تشاركنا في الأول حلقة بس عشان دواعي للسفر ليها فهي هتبقى معنا الحلقة اللي جاية وكمان نيفين هتبقى معنا إن شاء الله بس الفنانة ساوسا كانت دا عاملة أسئلة وجوائز عن المسرحية مسرحية المتفائل وفعلا مجموعة كبيرة جدا من المشاهدين اللي تواصلوا معنا وكذبوا راحوا وشافوا المسرحية وعندنا بعض الصور اللي هنشوفها للمتصابقين اللي فازوا معنا وراحوا حضروا المسرحية هنشوفها دلوقتي قدي إيه كانوا سعاداء وقدي إيه تصوروا مع الفنانة ساوسا ومع ساميح حسين وكانوا قدي إيه مبسوطين وده بيسعدنا إن انتم متواصلين معنا وانتم مشاركين معنا في كل المسابقات بتاعتنا عايز أقول إن احنا أنا بيبقى سعيد جدا وفي كل فريق العمل لما بنبتدي إن احنا نشوف رد فعل الجبور زي ما احنا شايفين كده دلوقتي مع بعض دي مجموعة من المجموعات اللي راحوا وحضروا العرض قدي إيه فرحة الأطفال وقدي إيه فرحة فريق العمل المسرحية بالكامل وانه هم يتصوروا مع الأطفال ومع أطفال الناس اللي فايزين اللي راحوا بجد السعادة دي سعادة جميلة وبنتمنى على طول إن احنا نشارك بعض السعادة في كل المسابقات اللي بنعملها لأن كل المسابقات اللي احنا بنعملها هدفها الأساسي إن احنا نرسم البسمة ونقول لكم صباح الخير كل يوم بنتقابل فيه طبعا أنا بشكر النهاردة الفرصة العظيمة معي الدكتور أحمد القادي اللي بطلق عليه دايما إنه صاحب الابتسامة الجميلة والسعادة اللي دايما بسبب وتكون موجودة في كل بيت كان بيعاني من أزمة كان بيعاني من مشكلة كان بيعاني من أرق رهيب جدا في العظام دكتور أقول لك صباح الخير وأتمنى أن أحددك أشوفك في حلقة تانية وبجد بجد أنا كنت سعيد أن أحددك موجودة شكرا لله يا الشرف أن أرغب أن أحددك تاني إن شاء الله فرصة تانية إن شاء الله إن شاء الله وكل سنة حالك طيب وكل سنة والمشاهدين طيبين وكل سنة وأسرة حالك طيب ربنا خلي أصدقائي نطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف الفقرة التانية معنا بشاير